وحاليا يعني راح ننتقلو يعني اماكن تحت الدعم المقاومة دركة حاليا كينا هذي هنا يا تشوفوا عليكم يعني تحسب كينا تجيك هذه اللولة هنا وبعدها الثانية الثالثة تروح انتها الرابعة هذه هنا يعني دركة احنا عنا نعتمد على مناطق الدعم المقاومة بذلك نعود نكليكو في هذي كلي قلنا الرابعة شوفوا مثال في هاد اللحظة هنا يا انتها مثال تقول علاش في هاد اللحظة نزل للسعر وانا كيف كيف وانا كيف كيف مثاله علاش سعد عاود نزل يعني هذيك البلاصة علاش نزل هذيك البلاصة مدمه سعر السوق دار هكذا طلع وعاود نزل هذا المكان يعتبر مقاومة هذا هنا يعني الفوق خلاص تعتبر مقاومة وكينزل عاود رجاع يصعد هاد بلاصة تعتبر دعم فمتني كيفا يعاود وزد وصل القادة الملقى مقاومة يعاود ينزل يلقى دعم يعاود يصعد هكفاهم حتى انت بلاصة سعر يعني السعر ولا هذيك العملة تقدر تخترق خط المقاومة يعني تدير له كسر ولا تخترقه مهم تطلع عليه هكذا ولا في نفس الوقت تخيل الخط الدعم ثاني كيف كيف ما تخيل منه احنا ما يعني ما صعدتش وفي هذا خط الدعم عاود نزلت وكسرت ونزل للسعر حمدني كيفا يعني في هذه اللحظة تمكن شوفوا احنا على الاسباب هذيك وكلش حاليا يعني نكليكو هنا في هذه اللي قتلكم عليها الرابعة بعدها مثال هاي وجدير تروح للثالثة هذيك راكتانجل تكليكي فيها وبعدها مثال احنا هنخيره شوف كيفا منطقة المقاومة وكل هاي كيفاش تخيلها هنا هكذا ويمترسم الرسم متاعك مثال هذي ثاني حاجة بعد ما بعد ما درت خطوط اه يعني هذي بعد ما درت خطوط اسكو عندك ترند صاعد نزل مع لبليه المهم تحط مناطق الدعم والمقاومة مثال هذي جدك هنا وزيت على ترجع زيت كليكي فيها من جديد يعني هكذا من هنا نديره الكولير مثال اصفر نعرض تزيده الثاني كيف كيفا خيره مناطق تاع الدعم ودرنا اللون نديره اللون بالاصفر هكذا يعني هاي صبرت شوف مثال البلاصة اللي يعني اللي يعود بدي يصعد منها السعر هكذا نزد نزوم وامليه بشيبان الرسم وهكذا وهكذا مهم يعني ترسم مناطق الدعم والمقاومة انتعه كامل حاليا بعد يعني هذي يعني مفهوم الخطوط الدعم والمقاوم بركة مثال مثال واحد يقول هنا شوف كيفا يعني CONسق على السعر هكذاossعد بعد ينزل يسعد بعد ينزل يصعد بعد ينزل حالي هو تنفهمها مثال هنا اه اه شوفي كي يصعد السعر يعني هايليك مثال هكذا هنا شوف صعد السعر ومن بعد ينزل وباعد يصعد ومن بعد كي ينزل كنا نحن نفعل ذلك، وokiما نعمل ذلك ومعرد ذلك، هذه الموابسة تعتبر أنها منطقة مقاومة، ومعرد�� تعقل أنها вп Cave الدعم هذي مفهومة. دركة هو السعر هنا كي يصعد كما هكذا عاود نزل عاود سعد عاود نزل ينزل واحد المنطقة يعني شوفوا كي يصعد وبعد ينزل بعد سعد وبعد نزل هكذا شوفوا المنطقة النزول هذي بعد عاود يبدأ يصعد منها هنا مبلاصة هذي اخي كانت مقاومة في لي قبلها تعد دعم في لي بعدها كفاهم شوفوا كيف هني رسمته الخط يعني مدم شوفوا السعر يصعد يلقى مقاومة يعود ينزل ومبعد يصعد بنسبة كبيرة يكسر المقاومة ومبعد كي ينزل شو المقاومة منتاع الموجة اللي قبلها يعني المقاومة هذي هذي البلاصة هنا تصبح دعم بالنسبة لهذه المنطقة فهمتني كيفاه وهكذا يعني قيس على كل الأمور وزيد ثاني كي ولي عندك ترند نازل نفس الجسد كي يصعد كي يبدأ ينزل البري هكذا يعني يبدأ ينزل البري ومبعد سعد لقى هنا منطقة الدعم وبعد يكسر لك هذك الدعم يزيد ينزل وبعد يصعد المنطقة الدعم هذي الأولى تعد عبارة على منطقة مقاومة في هذي المكان وبعد يزيد ينزل السعر هكذا فهمت كيفاه وهكذا يعني في الترند الصاعد وكيف كيف في الترند النازل هذي مناطق المقاومة والدعم زربوا هكذا نعوده اول حاجة يعني نعوده شي خطة ويعني الصاعد والنازل والعرضي والدعم والمقاوم مثل في هذه اللحظة كما تفهمنا هاي ليكم ونروح اول حاجة هذي بعدها تكليكي ودر ترند لاين لولة ثاني كيف كيف ترند لاين بعدها هكذا توصل مهم هاي تسحب هذه هنا على رسمنا خط هذا ترند لاين صاعد اصبر تشوف هكذا اعتمدنا على بعيدتين مهم هادي هنا اصبر تشوف هكذا نقول وراها هكذا نحسب ها كلمة سوية زيد نزيدونه كليك وثاني في نفس الفلاسة رحوا الترند لاين ونرسمه مثال هكذا نرسمه خط الترند لنازل المهم اخر حاجة كليهية دركن عاود نبدأ وفي الاااا نكمل المقاومة والدعم مثال رحوا الاخر من منطقة هذه اللي هنا كليكوا في هذه وبعدها بعد عاودت مثال نكليكو هنا هكذا مثال هذه المنطقة اللي عاودة الدف من السعر يعني راكم تشوفوا باللي اصبر هذين بدلوا للكولر ديروا مثال لون ازرق هكذا راكم تشوفوا باللي هنا هي يعني نزل السعر عاودة وسعد عاود رجع نزل هنا هكذا عاود اصبر تشوف هكذا نزل هنا وسعد ونزل هنا وسعد ونزل هنا يعني كيش حال من خطرة نزل ادرك هنا عاود يعني هاد المقاومة هاد المنطقة تعد دعم كانت صامدة هذين كانت صامدة يعني قاعدة صابرة صابرة وصلت لواحد البلاصة شوفوا هنا يعني وانكسر وانكسر يعني عبارة على في هاد اللحظة نقول وصرا غير اختراق برك الخط الدعم بسكوا شوفوا يعني هنا راو قاعد حاليا تقدر تقول باللي راو قاعد يرجع السعر يعود يرجع يرتفع من جديد كفان يعني هذه ما زلت صامدة هاد البلاصة تعد دعم مهم هذا يعني وزيد نرسمه هكذا هنا راح ارانا ريكتانجل هذيك نفسها وزيد تكليكي هنا زيد ونرسمه مثال اه مناطق المقاومة يعني ما يخسر والو ترسم مناطق المقاومة كاملة مناطق الدعم كاملة ولو حب ذا كل واحدة تعطي لها بشي تولي بارزة مثال هاد المنطقة احنا اه يعني ارتفع السعر بنسبة كبيرة وبدأ يرجع من السعر احنا مثال نديرها بكولار مثال احمر هذا كليكي فيها وبعد هاي وين تروح يعني بعد ما تكليكي في الخط اللي راك ديره تروح لهذه هنا هذه وين كي القلم وفيه لون تكليكي فيها مثال دير لون احمر يعني باختيصاء ترسم كل خطوط ترند كل يعني صاعدة نازلة العرضية وكل زيد ثاني ترسم يعني مناطق الدعم مناطق المقاومة يعني لو كان تلاحظ لو كان زيد مدد مثلا هذا الخط هذا السفلاني خلاص يعني الاسفلي هذا كل التعدام شوف كله كان زيد تكسل ومليه شوف باللي المنطقة اللي راي فيها حاليا سعر وقاعد يحاول صعود كانت عبارة على منطقة مقاومة سابقا شوف شوف معي هكذا هنا هاي ليك شوف هنا قبل كان عندك مقاومة قاعد يصعد ومبعد شوف هنا مليه في ثلاث خطرات يعني عندك هذيك ثلاث رؤوس بعد نفهمون ذلك النموذج هذا المهم صعد ومبعد نزل بعد سعد عود نزل يعني ثلاث خطرات وهنا ثانية يعني كيف كيف يعني هذي المنطقات تعتبر منطقات مقاومة وبعد ذلك المقاومة ولتنا دعم هنا شوفوا كيف كان خطرة زوج واخر وحدة آآ الثلثة اللي راي فيها هنا يعني كان ثلاث خطرات راي يعني حاليا السعر رايحاول الصعود يعني كما تفهمنا قادر المنطقة هذي يدركها تعال المقاومة اللي كانت سابقا مقاومة حاليا راي دعم قادر تكون مطقة دعم صامدة يعني يعود يرتفع السعر من جديد ولا ولا كلما ارتفع قليلا هكذا يعود ينزل كلما ارتفع قليلا يعود ينزل كفاهم وقادر هذا احتمال الثالث هو يعني ديري كنت يعود ينزل سعر يصر له كسر هذيك المنطقة دعم هذيك وبهذا نكونه كمّلنا يعني هذي خطوط ترند يعني مفهوم ترند وخطوط تاعه ومناطق الدعم والمقاومة اشتركوا في القناة